على اثنين مباشرة اخرى للتشكيلتين ونبدأ بالفريق الضيف اليوم النادي رادي البنزرتي في المرمخ ميس الثامري محمد الحبيب يكن مهدي رصايسي وسام بوصنينة اليوسيسي بيلال السعداني حمزة جلاسي حسام الحباسي ابراهيم وطارا فادي بنشوق وفراس بالعربي وعلى دكة البودلة نلقاه حمدي القصراوي حارس مرمحتياتي عبدالخالقي يكن علي الدريدي وسامة العمدوني جاك مدينة صديق الماجري وزيد العونالي وللأسف قبل ما نحطي نحطي تشكيلة بتبيع الملعب التونسي نذكروا انه نعلقوا بدون ورقة المباراة يعني فماش الورقة الرسمية للمباراة مش نحطي فيها التشكيلة بتبيعها بوسائلنا الخاصة لتشكيلة الملعب التونسي عزيزة للسلامي كما حكيوا الملعب التونسي المباراة اللي تشاهدوا فيها مع النادي اللي بنزرتي الأولمب للنقل محمد الحبيب يكننا كنت تقسلوا ترجع للملعب التونسي من خلال حمزة الهمامي حمزة الهمامي تمشي أي من الكثيري الكثيري وصلها على الجهة الليمين ومجود جاك بسان جاك بسان يسعد لتزديد تزديدها وأولى الكرات وأولى الكرات وأولى المحاولات من جنب زمانات راوري والحرس موجود خميسة ثامري أولى الكرات التي تستحقها ليشهد في هذه اللحظات كانت تزديدها من زمانات راوري يشوف الكرة قدم بها زمانات قدم عليه حد بالرجل اللي صار وشنو الخطاء العفوي وشنو الخطاء المقصود اللي يغير بتبيع نتيجة المباريات هذه الكرة لسلح الملعب التونسي تزديد به العملية جاك بسان اخذي الكرة وبالسيقة اليسرى يسدد مكنتش بعيدة على الحارس خميسة ثامري أمامكم جاك بسان ثعلب لعب قويف القفصة لعب البنيني لعب النادي الأفريقي جعل بكر بودالي طبعا بعد العقوبة تنشي الكرة وترى وتريقة على كورتو ينتظر المسندة وترى التمرير واحدثين في منطقة الجزاء خطيرا لسيابين لكن قبل قبل فمرايا وتسلل ضد النادي أرياضي البنزرتي ونحن نقترب من تنين واحد بليش تقدم مستقبل الرجيش أمام المفمش بلال السعيداني حباس ياخذ الكرة باستخل يسار مع وتارا ياخذ الكرة مجديد بلال حباس إلى وتارا ختيرا لأكورة وتارا ختيرا لأكورة ختير والحارس وممتاز عزيزة السلمي لعب ملعب النادي البنزرتي بوجه بلال السعيداني التقاط والكرة هذه الإعادة للفرصة الأخيرة للمرعب بدل توزيع سعيف الدين بالعب ستنفذ الكرة برجل اليسر بالعربي مرفوعة في منطقة الجزاء بالعربي بالرأس مرت مرت أمام الجميع مرت أمام الجميع مرت أمام رأسية بوسنينة ومرت أمام محاولة مهدير سايسي على الصورة تحصر على ضيع الكرة شوف كيف تعداد فوق الرؤوس فوق الرؤوس صاحبه طبعا بلغة الكرة تمشي الكرة صالح لمهذبي لمهذبي توصل لزمانات تراوري تراوري أحمد حسني حول المرور في منطقة الجزاء من جانب الياس الجريدي المراوغة توزيع تبقى الكرة تمر وتعود بنياكن في مرة أولى ثم في مرة ثانية تظهر في حمزة جلسي لكن يشعر عبر الوجوم هذا وجوم أحمد حسني أحمد حسني أحمد حسني أتوزيع تصدم بدفاع أتزديد خاتير أتزديد ماذا يقول حكم ضرب الجزية وستة أمتر ستة أمتر اللمس علي هايلي عاد أحمد حسني ثم اللي ترجع من اللي دفاع التزديد هو اللي أعتقد يخل الكرة للعقل ينفذ المخالف في القائمة الثانية البحث عن جيسر الاخميري بالرأس هو الكرة في الركنية واضح توسيات نبيل الكوكي يلعب بالتويلة على تأويل القامة محمد جيسر الاخميري الشلف اللولة تدخل الدفاع في الثانية جيسر الاخميري يبدل على الجالي سار السيف الدين بالعقل السيف الدين بالعقل التوزيع والتدخل في مرة أولى تزديد وبعيد وبعيد تزديد والنادي البنزلتي ونعود ونذكره ونتبع هذا الوجوم سنح الملعب التونسي خاتير هو الحارس وموجود اخماية سارثامري متفطن اخماية سارثامري قلت النادي الافريقي النادي سفيقسي مستقبل الرجيش مستقبل قابس الاتحاد التوين النجم العلوي وكذلك النجم السيحلي المتقدم منطقين في مليش الجوادي في حوار المدافعين والمهاجمين مرفع الكرة من الحبازة ويخرج ويخرج عزيز السلام ترجع بالرأس من يكن مباشرة للحارس عزيز السلامي علي سارثامري صعبة هذه الكرة تتنفذ الكرة يطلع بالرأس خاتير ماذا يقول حكام فما مخالف فما مخالف على خط وجوم الملعب التونسي إلى الحصاصة اللي إذا فيها ممكن مش نعرفون بعد أشكون اللي بشيت أهل الدور القدم وممكن زيدا نمشيوا إلى ضربة الجزاء كرة ترجع محمد علي جوين طويلة يخذر الكرة يليكمي ختيرة هو تدخل من الدفاع تدخل دفاع النادي البنزرتي في آخر لحظة كرة اللي سرح الملعب التونسي محمد سرح لمهد التوزيع بالقيمة الثانية سهل سهل الكرة يتراجع الحكام ويعطي الكرة للملعب التونسي شريف شرفان إلى أحمد حسني يتعدى سريع أحمد حسني أحمد حسني ما زال يحتفظ بالكرة ختيرة أحمد حسني يراوه التزديد دو جاني باية مدفع البقليوة في الأثناء يعاد الكرة توسام العمدوني كانت قوية ما نجمشي شدها مرة واحدة الحارس عزيزة السلمي على مرتين كوكي بها دف أكتر من رائع شوف الكرة من المدفع الخميري شيف خميسة ثمري متقدم بكلاكات ينقذ الموقف في آخر لحظة شوف الكرة من المدفع الخميري شيف خميسة ثمري متقدم يكون كامل تغييراته ثلاثة المدرب نبيلا الكوكي وكذلك وليد بن ثابت مدرب النادر بن زرتي انتبعوا هذا الوجوب لسلحة السيابين وغريبة جدا محمد الحبيب يكن يتقدم لتنفيذ ويخطر ويتصدى عزيزة السلمي ويتصدى عزيزة السلم كانت سهلة نوعاً مات طريقة التنفيذ بالنسبة لمحمد الحبيب يكن والتصدي من محمد عزيزة السلم ركلة الجزاء الولى للبقلوة اخفق جاك بسون يتقدم وخارج خارج الكرة واحد صفر حالياً للسيابي بعد زوز ركلات للسيابي واحدة فقط لتقدم محمد صالح لمهذبي ومقتها مقتها الكرة خارج الميدان الثانية خارج الميدان لم يحصن يمشي لتنفيذ ذربة الجزاء الثاني بيتو اخفقو في تنفيذ تنفيذ زوز ضربة الجزاء رمزي الى حد الان عمز الهبام يتقدم ويسجل 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 الياس جريدي ركلة الجزاء الثالثة ملعب التونسي هذه مباراة كأس ومباراة ند لند 120 دقيقة كاملة ما كانش سهلا بسم الله 120 دقيقة في مدارة بيت الجزاء الف مبروك نادي بزارتي التحق بالثمانية في رقح أو السبعة في رقح لترشح والدورة للقادم وبتبع